خلينا نبدأ مع حضرتك الأول بجراحة الشريان الأورتي خلينا نعرف من الأول يعني إيه أعراضه إحنا عينين اللي هم عندهم مشاكل في الشريان الأورتي عادةً بيكون تمدد في الشريان الأورتي ممكن يجي لنا بدون أي أعراض لمجرد أنه هو بيعمل أبحاث واكتشف أن الشريان الأورتي عنده فيه تمدد الطبيعي أن الشريان الأورتي بيكون 2 سنتي لـ 3 سنتي في السن الكبير في الأدلت فيه ناس بيجي لنا 6 سنتي و 7 سنتي يمكننا فيه أحد الحالات كان الشريان الأورتي بتاعه 9 سنتي دي هنعرض صورتها دلوقتي في العلقة معنا دي حالة حصل لها تمدد في شريان الأورتي دي حالة حصل تمدد لما وصل 9 سنتي في حالات التمدد الشديد بيبدأ العين بيجي لنا بأعراض مختلفة العرض الخطير جدا والمهم جدا أنه ممكن يحصل انفجار في الشريان أو انسلاخ في الشريان وده بيكون فيه خطورة على الحياة بالساعة بمعنى أن كل ساعة بتعدي على المريض فيها خطورة على حياته وبتكون الخطورة في أول يوم 25% يعني كل 100 عيان بيحصل عندهم انفجار في الشريان الأورتي 25% منهم بيموتوا أول يوم في خلال يومين بيكون 50% منهم حصلت وفاة لو ما حصلش تدخل جراحي يعني أنا أعتبرها حالة طوارق بالضبط حالة طوارق في خلال أسبوع 95% من المرضى اللي حصل عندهم انفجار أو انسلاخ في الشريان الأورتي بتحصل فيه ملوفاة وخمسة في المية بيكملوا شهر دول محتاجين بقى تدخل سريع بيدخلوا عمليات هو كلهم تدخلي يعني إحنا أول ما بنشخص أن فيه انفجار أو انسلاخ في الشريان الأورتي إحنا العيان بيطلع من الاستقبال من الطوارق على العمليات طب أعراضها بتكون إيه دكتور؟ أعراضها بتكون ألم شديد مفاجئ في الصدر مع إحساس أن العين مش كويس فيه عندي حاجة غلط الأعراض التانية اللي ممكن يجينا بيها مريض تمدد الشريان الأورتي إنه هو كرش ديه في التنفس ديه في التنفس ومجهود قليل وده عادة بيكون لأن التمدد أثر على اسمام الأورتي كمان وبدأ يضغط على العضاء اللي حواليه إيه طرق علاجه؟ ولو عين جاي لنا مجرد تمدد في الشريان الأورتي بس عادة الشريان أول ما بيوصل حجمه فوق الخمسة سنتي أو خمسة سنتي ونص لازم يتغير وبيتغير نسبة الخطورة لما بنغير الشريان الأورتي بس بتكون قليلة جدا نسبة الخطورة مش عالية في حين أن نسبة الخطورة على الحياة لو تساب عالية جدا لأن احتمالية حدوث انفجار أو انسلاخ في الشريان الأورتي بتكون أعلى بكتير قوي من مخاطر الجراحة يعني أي شخص بيعاني أي مريض بيعاني من تمدد الشريان الأورتي علاجه جراحة علاجه جراحة طالما أن فيه تمدد في الشريان الأورتي الصاعد ده لازم جراحة طيب لو الشريان الأورتي النازل دي حاجة مختلفة بس واحنا اللي يهمنا طبعا الشريان الأورتي الصاعد لأن ده اللي بيكون فيه خطورة دايما على الحياة طب يعني هي خلينا برضو نعمل أو نأكد على النقطة نسبة خطورة يعني المرض ده لو مع الجراحة وبدون الجراحة نسبة الخطورة مع الجراحة في الحالات العادية اللي هي جاية مجرد تمدد في الشريان الأورتي نسبة مش عالية خالص نسبة تكاد تكون نسبة خطورة واحد في المية أو اثنين في المية طبع حالة المريض طبع المريض ده عنده كم سنة وعنده مشاكل صحية تانية ولا لا بتكون واحد في المية اثنين في المية لكن لو مريض اتساب نسبة الخطورة على حياته من حدوث انفجار في الشريان الأورتي بتكون عالية جدا يعني هي وانس حصل انفجار خلاص خطورة عالية جدا الخطورة عالية جدا جدا أنا يمكن معي صور نعرضها اللي هو الشريان قبل التغيير 9 سنتي والأشعة بتاعته بينه ازاي والفرق بالتنين والشريان بعد ما غيرناه بقى شكله عامل ازاي يعني بيبقى خلاص الشخص بعد كده بيقدر يعيش حياته بصورة طبيعية بصورة طبيعية تماما ما بيبقاش بقى مريض بشال من عليه الخطورة بتاعت انفجار الشريان